قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا أنه يجب أن يتم ترجمة الإجماع الدولية على إقامة دولة فلسطين إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال وأضف اشتيا أن هناك حراقا دوليا مهما حول حال الدولتين وأن على العالم ألا يلتفت إلى موقف نيتنياهو وحكومته الرافض لحال الدولتين هذا الحال في غزة وفي الضفة الغربية يجب أن يتوقف وماكنة القتل والعدوان على شعبنا يجب أن تتوقف وعلى رعاة ماكنة القتل الإسرائيلية أن يوقفوا ماكنتهم من جانب آخر هناك حراك دولي مهم حول حل الدولتين نحن نقول أنه على العالم أن لا يلتفت إلى موقف نيتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين على العالم أن يعمل على إنهاء الاحتلال وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي وأن يصوت من أجل فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة ونحن نعلم أن هناك إجماع دولي على إقامة دولة فلسطين هذا الإجماع الدولي يجب أن يترجم إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال